رضوة الأبيب والفاتيكان محطات مليئة بالدلالات السياسية لجولة الرئاسية الأمريكية هي الأولى من نوعها خبر اليوم مزير الخارجية السعودية يقول إن زيارة ترامب المرتقبة للمملكة ستكون تاريخية بكل المقاييس وفي بقية الخبر قراءة بين الصطور في العواصم التي اختارها ترامب وجهة لجولته الرئاسية الأولى والتساؤل عما إذا كان الرئيس الأمريكي المثير للجدل قادرا على العودة من تلك البلاد بغير ما عاد به أسلافه أهلا بكم إلى بقية خبر جديد معكم أنا سرمد أكرم من حديقة الورود في البيت الأبيض كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النقاب عن أن جولته الرئاسية الأولى ستقوده إلى المملكة العربية السعودية وإسرائيل وزير الخارجية السعودية عدل الجبير قال إن زيارة ترامب المرتقبة للرياض ستكون تاريخية بكل المقاييس فلماذا اختار ترامب الشرق الأوسط وجهة لجولته الأولى وأي عكاس محتمل لذلك على الخريطة السياسية في الإقليم وهل يستطيع ترامب الخروج فعلا عما أليفه الشرق الأوسط من الإدارات الأمريكية المتعاقبة في حديقة ورود البيت الأبيض أعلن دونالد ترامب عن المحطات التي ستقوده إليها جولته الخارجية الأولى كرئيس للولايات المتحدة التسامح هو حجر أساس السلام ولهذا فأنا فخور اليوم بأن أكشف النقاب عن إعلان تاريخي وهو أن أول جولة خارجية لي كرئيس ستكون إلى المملكة العربية السعودية ومن ثم إلى إسرائيل لأختمها بالذهاب إلى المكان الذي يحبذه الكرادل كثيرا روما المسؤولون السعوديون لم ينتظروا كثيرا لالتقاف رسائل ترامب فمهندس الدبلومائسية السعودية عادل جبير اعتبر أن الزيارة ستكون تاريخية بكل المقاييس إن الزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقررة للمملكة ستكون تاريخية بكل المقاييس الزيارة ستشمل قمة ثنائية وقمة مع دول مجلس التعاون الخليجي ولقاءات مع زعماء عرب ومسلمين الإعلان عن جولة ترامب كان له أكثر من وقع وصدى فاختيار المملكة يأتي بعد أيام قليلة على كلام الرئيس الأمريكي عن عدم رضاه عن غياب الإنصاف على امتداد العلاقة التي تنظم حلف الرياض مع واشنطن والتي تتكبد بحسب ترامب الكثير من الخسائر المالية حتى توفر لها الحماية لغة النقد الترامبية هذه خفتت ليصار إلى البحث في تعميق التحالف التقليدي بين البلدين مع أنباء عن نية الولايات المتحدة اتمام صفقة أسلحة ضخمة مع أصحاب القرار في الرياض صيانة للتحالفات التقليدية إذن وزيارة لإسرائيل أطفا على حماسة ترامب بل وثيقته المفرطة في إمكانية إنجاز سلام فلسطيني إسرائيلي جولة رئاسية أولى لرئيس حملته أكف خطاب يتوشح بمفردات الخلاف والاختلاف لكن محطات الجولة الرئاسية وعناوينها العريضة لا تخرج عن المألوف من الإدارات الأمريكية إلا إذا عاد ترامب من حيث ذهب رؤساء أمريكيون كثر وبين يديه شيء مغاير حول هذا الموضوع معنا من باريس دكتور خطر أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس ونرحب أيضا بما ينظم إلينا من جدة دكتور فهد بن عبد الرحمن المليكي الأكاديمي والمتخصص في الإعلام الدولي كما نرحب بما ينظم معنا من واشنطن دكتور عماد حرب رئيس دائرة البحوث بالمركز العربي في واشنطن والبداية معك دكتور عماد هذه الزيارة وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها زيارة تاريخية وكذلك وصفها وزير الخارجية السعودي عادل الجبير هل يصح فعلا وصف هذه الزيارة بأنها تاريخية وبماذا تختلف هذه السياسات التي اطرحها الرئيس دونالد ترامب عن سياسات أسلافه شكرا على استضافة سلامي إلى دكتور فهد ودكتور خطار بالحقيقة هناك قليل من المبالغة لا أعتقد أنها تاريخية بالمعنى التاريخي أنها لم تحدث في السابق أعتقد أن الزيارة مهمة جدا بالطبع هي مهمة جدا وهي تسبح للرئيس بأن يتعامل مع الدولة الأولى في العالم التي يمكنها التأثير الكبير في العالم الإسلامي دولة أيضا محورية في الأمن الخليجي والأمن الشرق الأوسط وهي بالفعل من هذه الناحية تعتبر ضربة استراتيجية إذا شاء التعبير لأنه يحاول إرسال العديد من الرسائل في عدة اتجاهات منها إلى العالم الإسلامي منها إلى متقديه في الداخل منها إلى أوروبا منها إلى بالطبع إلى إيران ويحاول أيضا بنفس الوقت أن يستغل الظرف بأن تكون هذه الزيارة مناسبة له لأن يقول للحلفاء إنه بالفعل مستعد للتعامل معهم بشكل الوافي بخلاف الإدارة السابقة وهو مستعد أن يقدم لهم ما لم تقدم لهم الإدارة السابقة طيب دكتور فهد ما الذي يعطيها صفة التاريخية هذه الزيارة المرتقبة دكتور فهد وما الذي يميزها السلام عليكم عليكم السلام هل تسمعني دكتور فهد إذن نعم فضل أعطيك العافية من معي الله يسلمك طيب أسألتك قبل قليل عن هذه الزيارة التي وصفها وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بأن هذه الزيارة المرتقبة ستكون تاريخية بكل المقاييس برأيك ما الذي يعطيها هذه الصفة وما الذي يميزها أولا نستكم الله بالخير وأشكركم على إفتاح الفرصة للتحدث أنا أعطيك فكرة بسيطة أن تسمت السياسة الخارجية السعودية بمسيرتها طول السنوات الماضية بالقوة والتوازن والوضوح على المستوى الدولي بهدف السلام العادل في المجتمع الدولي وهذا دائما نظرة السياسة السعودية الميزة الوحيدة الذي أقول أنه أدركت إدارة الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة برئاسة الرئيس ترامب بأن منهج المملكة العربية السعودية السياسي والدبلوماسي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العز واضح واضح جدا مثل الكتاب المفتوح تجد في فصولها المعاني والمفهوم والشرح البسيط ويدل على الإخلاص في التعامل مع القضايا السياسية لهذا أعتقد في اعتقادي قرار الرئيس ترامب اختيار السعودية أن تكون أول زيارة للشرق الأوسط من دول شرق الأوسط طيب سأعود معك طبعا دكتور خطار سأعود معك دكتور فهد ولكن دكتور خطار اسمح لي فقط أن تقل لدكتور خطار سأعود معك دكتور فهد في الوقت الذي يظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال تصريحاته السابقة أن استراتيجيته الأساسي أمريكا أولا ولكن ما هو موجود على أرض الواقع أنه يسير باتجاه تعزيز الزعامة الأمريكية العالمية أكثر لاحظنا هناك قصف لسوريا أفغانستان أيضا تحرك عسكري باتجاه كوريا الشمالية بالتالي كيف يستقيم هذا مع ذاك هل تلحظ أي نوع من التناقض في هذه الاستراتيجية تحياتي لك وللفريق العامل للمحاورين الكرام ولكل من يشاهدنا أو يسمعنا ليس هناك من تناقض بين الطرح الذي يبدو كطرح انعزالي أمريكا أولا وطرح آخر قال به أجدن ترامب خلال حملته الانتخابية وهو إعادة هيبة أمريكا عندما ننتخب الرئيس الأمريكي الكل يعلم وكأننا ننتخب زعيم العالم أو رئيس العالم حتى إشعار آخر الولايات المتحدة الأمريكية تحتكر المكانة أي هي القوة العظمى الوحيدة ولذا لا يمكن أن نتصور رئيسا أمريكيا ينكب فقط على الشؤون الداخلية دون الاهتمام بالقضايا الدولية وبالفعل كما قلتم كانت له معمودية من خلال الضربة التحذيرية التي كانت أقرب للرسالة السياسية في سوريا وكذلك الأمر في أفغانستان وهذا التحرك نحو كوريا الشمالية الأهم هنا وما سألتموه في السؤال الأول إنه خلافا لإدارة أوباما تنتقل إدارة تعود إدارة دونالد ترامب إلى ثوابت السياسة الأمريكية أي إلى الحلفاء التقليديين في الشرق الأوسط وأبرز هؤلاء المملكة العربية السعودية من جهة وإسرائيل من جهة أخرى والأهم من كل هذا أن هذه ليست أول جولة إقليمية أو جولة هي أول جولة خارجية للسيد ترامب وأول بلد يحظى بهذه الجولة المملكة العربية السعودية كان بإمكانه البدء بإسرائيل أو بالفاتيكان بدأ بالمملكة العربية السعودية رسالة قوية وأراد من خلال المملكة العربية السعودية التوجه للعالمين العربي والإسلامي هذا يعني أن سياسة أوباما في الرهان على إيران أو في ما سماها الانتقاد نحو المحيط الهادئ وآسيا نعود الآن للاهتمام الكل بالشرق الأوسط وبقضاياه وهذا التركيز مهم جدا هذا لا يعني أن الأمور ستكون ممتازة ربما سيكون هناك طلبات وطلبات مضادة سيكون هناك حوار لكن هناك عودة للتركيز على هذه المنطقة اهتمام بهذا الدور السعودي إقرار بأنه لا يمكن الالتفاف على هذه المنطقة من العالم وبالضبط على هذا الدور المعتدل الذي قامت به الرياض تاريخيا وكانت كما قلت وأصر على من الحلفاء التاريخيين لواشنطن طيب دكتور عماد هذه الزيارة تأتي بعد أيام قليلة من وصف الرئيس ترامب للعلاقة الأمريكية السعودية بأنها علاقة غير منصفة في ظل عدم وجود مقابل حقيقي للحماية الأمريكية بالتالي كيف تتسق هذه التحركات مع تلك التصريحات؟ سؤال ممتاز بالحقيقة هذا أسلوب الرئيس ترامب هو يطلق تصريحات لا يعرف ماذا تعني وهو بالحقيقة يحاول أن يؤكد لمؤيده الداخليين للذين أيدوه في الانتخابات إنه بالفعل يدافع عن حقوق أمريكا مقابل الدول الأخرى فهو يطالب طالبة السعودية بأن تدفع ما سماه ثمن دفاعها علما أن السعودية تنفق مئات مليارات الدولارات في الولايات المتحدة على شراء الأسلحة لتأمين أمنها بنفسها كذلك الأمر هو أيضا طالبة كوريا الجنوبية بأن تدفع لنظام الصواريخ ثاد الذي نصبته القوات الأمريكية مدى حوالي الأسبوعين في كوريا الشمالية للمدافع عن كوريا الجنوبية للمدافع من كوريا الشمالية لهذا أعتقدنا الرئيس في هذه الأمور في بعض الأحيان لا يفقه ما يقول بالحقيقة بكل صراحة وهذا هو ما يدعو للتخوف من مما يصدره ومما يقوله ولكن بنفس الوقت التخوف مما يضمره بمعنى أنه إذا صرح بذلك منذ ثلاثة أو أربعة أيام ثم يصرح بعد ثلاثة أو أربعة أيام بأنه سيزور نفس المملكة التي طلبها بأن تلفع ثمن دفاعها لهذا كيف يمكن أن نؤمن أنه بالفعل مؤمن بعلاقة سراتيجية معينة لهذا على المملكة أن تحذر بالنسبة لرأيي باعتقادي المملكة عليها أن تحذر من أن تنفتح كليا على الإدارة وعلى إدارة ترامب بالذات لأنه في بعض الأحيان يطلق تصريح أو إعلانات معينة مجرد فيها دفع سياسي فقط وليس بالفعل خطة سراتيجية لأنه ليس له خطة سراتيجية أصلا طيب دكتور يعني فهد ماذا ستطلب السعودية من ترامب في الزيارة المرتقبة برأيك طبعا أنا أرجع مرة أخرى وأقول لإدارة الأمريكية الجديدة عالموا تعلم أن المملكة العربية السعودية دولة ذات الوزن والثقل العالمي وعظمهم جدا سياسيا في المجتمع الدولي وتملك قوة سياسية ودينية المملكة الحمد لله عندها قوة والمتغيرات الإقليمية والسيطرة المتعلقة بالقضاء العربية المملكة الحمد لله سباقة في الأمور هذه ما كانت المملكة قوية في العالم الإسلامي والعالم العربي وفريدة معظما في المجتمع الدولي طبعا بالنسبة الولايات المتحدة فرصتها أنا أعتقد أن الولايات المتحدة صنع قرارها وهذا ذكى من الرئيس أن المملكة هي المفتاح الرئيسي في العالم العربي والإسلامي وأنا أتوقع أن القرار الذي عمله الرئيس ترامب في مكانه أنه أول ما تواصل مع المملكة المصر الرئيسي للعالم الإسلامي ماذا ستطلب السعودية من الرئيس ترامب؟ أول شيء يكون بين تعاون قوي بين واشنطن ومجلس التعاون والمملكة العربية السعودية في مجال والاستقرار المنطقة وتوثيق هذه العلاقات بتسوية المنازعات والإقليمية وتخفيف حدة التوتر الحادثة الآن في الشرق الأوسط طيب نعم وصلت الفكرة وصلت الفكرة دكتور فات دكتور خطار الآن هل بدأ يعني فعلا ترامب يطور دبلوماسية خارجية مختلفة؟ هل بدأ يدرك مكامن المصلحة الأمريكية من خلال هذا التحرك أو من خلال هذه الزيارة المرتقبة؟ هناك الصديق في واشنطن قال مرة رؤساء أمريكا عادة بحاجة إلى ثلاثة أشهر كي يقلعوا الرئيس ترامب بحاجة إلى ستة أشهر لكن بعد المائة يوم الأولى تتحسن الأمور معه بعد ضربته في سوريا وإثبات قوته ولو بشكل محدود بالأمس حصل التصويت على قانون مضاد لقانون أوباما كيرل التأمين وهذا أعطاه دفع داخلية الآن على صعيد السياسة الخارجية نعم هناك عنوين واضحة العنوين الواضحة التي تركبها المؤسسات الأمريكية ولكن ضمن برنامجه الانتخابي هناك نعم دعم لإسرائيل لأن المسؤول الأساسي في اللعبة هو صهره جريد كوشنار الذي يقود عمليا الاستشارات في السياسة الخارجية ولكن وجهة النظر تقول باعتبار إيران أكبر خطر مثل خطر داعش ويعني هناك تواصل في الحرب ضد الإرهاب ضد داعش ولكن أيضا حد من المشروع الإقليمي التوسع لإيران على عكس ما كانت تقوم به إدارة أوباما من رهان على الشراكة مع إيران ويمكن أن يكون الثمن ربط ما يتصوره من سلام عربي إسرائيلي بهذا الحلف الجديد ضد إيران وهذا ما فسره اليوم وزير الخارجية السعودي بالكلام عن أهمية المبادرة العربية نحن في بداية طريق في بداية طريق لبلورة دبلوماسية لبلورة خطة متماسكة سنرى بعد ذلك كيف سيتمكن بالماضي أوباما منذ اليوم الأول راهنا متنا على تجميد الاستيطان ذهب بعد ثمان سنوات ولم يفعل أي شيء سنرى هو بالأمس وعد الرئيس محمود عباس بالسلام سنرى ماذا سيفعل بالنسبة للسلام فلسطين الإسرائيلي بالنسبة للمعضلة السورية لمسائل معينة في العراق واليمن وكذلك الأمر بالنسبة لإيران والدعم الحرب ضد الإرهاب واتمنت الحلفاء التقليديين المشاريع كبيرة إذن الخطط جديدة لكن أظن أن الولايات المتحدة تعود الآن من بعد انكفاء خلال حقبة أوباما للعب دور أتصور تعود للعب دور قيادي في الشرق الأوسط طيب دكتور عماد هل برأيك أن السعودية قادرة على إقناع الجانب الأمريكي بأن تقلم أظافر إيران في المنطقة بأن تحد من تدخلات إيران في المنطقة بالحقيقة ليس هناك ليس مطلوبا من السعودية أن تقوم بذلك فإدارة الرئيس ترامب هي التي قررت بالفعل أن إيران هي ليس بالضبط عدوة ولكن هي مركز للإهتبام الأمريكي أظن أن السعودية تستطيع السعودية أن تقدم خدمة معينة أن تشير إلى الإدارة الأمريكية بما بالفعل يضر في السلوك الإيراني في المنطقة العربية الإيران تدخل في دول عربية والسعودية دولة ريادية عربية لهذا على السعودية أن تري الإدارة الأمريكية إن الأساس في هذا كله هو وقف التدخل الإيراني في المسائل العربية إن كان في اليمن أم في سوريا أم في العراق أم في لبنان أم في أي مكان آخر لهذا أظن أن الإدارة مهيئة لأن تسمع إلى الهواجس العربية التي ستعبر عنها المملكة العربية السعودية وأعتقد أنها ستستمع إلى ما هي هذه الهواجس وكيف يمكن التعامل معها في نفس الوقت ثوابت المعينة العربية خاصة القضية الفلسطينية والحل السلمي في اليمن والحل السلمي في سوريا ولكن بنفس الوقت عندها أيضا ثابتة وهي ثابتة لا تريد السعودية من الإدارة الأمريكية أن تنقض الاتفاق النووي لهذا هي ستحاول أن تقنع الإدارة الأمريكية أنها لا يجب أن تضر بذلك الاتفاق لأن الضرر من الغاء الاتفاق سيكون على منطقة الخليج بالتحديد في الدرجة الأولى دكتور خطار ما المقابل الذي يمكن للسعودية أن تقدمه للولايات المتحدة مقابل إعادة صياغة هذا التحالف التقليدي نعم هذا التحالف التقليدي الذي بدأ بين المؤسس للمملكة العربية السعودية وبين الرئيس الأمريكي الروسفلد قيل أنه تم إضاحه أو بل ورطه فيما سمي وثيقة كوينسي وكانت تظن مقابل الدور السعودي في تأمين أمن الطاقة وتأمين تدفق الطاقة كمنتج للبترول هناك نوع من الحماية الاستراتيجية الأمريكية للمملكة العربية السعودية وكان هناك إذن تبادل المصالح في هذا الاتجاه ولو أنه كان هناك مراحل صعبة بعد 11 سبتمبر ونتيجة سلوك إدارة أوباما في إيران الآن إعادة التأسيس تتم برأيي من خلال هذا الربط ما بين الملفات ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ومحاولة إيجاد حلة وبلورت التركيز على إيران وعلى الحرب ضد الإرهاب السيد ترامب بحاجة ليثبت بأنه أكثر فعالية في الحرب ضد الإرهاب كما في الحد من طموحات إيران وكما في بلورت شيء ما ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين أكثر من إدارة أوباما الأشخاص مثل ترامب يجب كما قال الدكتور عماد أن ننتبه لماذا يمكن أن يخفو لكن في النهاية يمكن أن يفاجئون أيضا بأشياء إيجابية بقدرة على الدفع لأنهم عندهم طموح للدخول في التاريخ وبسرعة طيب دكتور عماد كيف تعلق على ما قال له دكتور خطار وأيضا هل فعلا مرة أخرى المقابل الذي تقدمه السعودية لمقابل إعادة صياغة هذه تحالفات التقليدية ماذا يمكن أن نتوقع المقابل السعودي حاضر وجاهز على الأرض الآن السعودية دولة قوية السعودية دولة متماسكة الحكم السعودي شرعي بالنسبة للشعب السعودي والمملكة قادرة ماليا على أن تصون موقعها في الخليج وفي العالم العربي وهذا ما تبحث عنه الولايات المتحدة وبحثت عنه منذ عقود هي تريد دائما من الأنظمة التي تتعامل معها تكون حتى بعد خفاض سعار النفط وتضرر الاقتصاد الذي يسعر السعودي صحيح ولكن بنفس الوقت لا يزال الاقتصاد السعودي هو الاقتصاد الريادي في العالم العربي لهذا السعودية لا تزال الدولة الريادية القيادية في العالم العربي بالطبع بالتعاون مع مجلس تعاون الخليجي السعودية لا تتتكلم منفسها ولنفسها فقط السعودية تتكلم أيضا باسم مجموعة الدول الخليج وأيضا باسم العالم العربي لهذا عملية الزيارة ليست عملية زيارة فقط للسعودية عملية زيارة لأنها هناك امتدادات لها عربية وأقليمية أوصى مع العالم العربي النور العربية السعودية قادرة على مساعدة الإدارة الأمريكية في تحقيق بعض المكاسب الاستراتيجية ولنفسها قيل أن هناك بعض الزعماء العرب أيضا ستعقد اجتماعات معهم هل نتوقع أيضا حضور السيسي في هذه الاجتماعات الرئيس المصري أعتقد أن الإعلان قيل أن الإعلان هو أنه سيجتمع مع ممثلين لمجلس تعاون الخليجي وأيضا مع زعماء عرب لم أسمع أي شيء عن اجتماع مع الرئيس السيسي علما أن الرئيس السيسي مطلوب منه الكثير بالنسبة للولايات المتحدة مصر لا تزال دولة محورية مهما كانت ضعيفة لا تزال دولة محورية في العالم العربي وهي الركيزة الأساسية لمجلس تعاون الخليجي لهذا أعتقد أن الرئيس ترامب لن يتخلى عن تعامل مع مصر أو لن يتوقع أن لا يكون هناك تعامل مع مصر إذا تعامل مع السعودية رئيس دائرة البحوث بالمركز العربي في واشنطن ومن باريس الدكتور خطار أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية ومن جدة الدكتور فهد بن عبد الرحمن المليكي الأكاديمي المتخصص في الإعلام الدولي والشكر لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة وإلى اللقاء وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر جديد اشتركوا في القناة